أكد رئيس الجمهورية مشال عون استعداد لبنان للبحث في النقاط التي طرحها المفد الأمريكي آمس هوكشتاين والذي كان قد التقى أيضا قائد الجيش ألماد جزاف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وكان هوكشتاين قد استغل عطلة عيد مار مارون والطقس المشمس في لبنان حيث قام برفقة السفيرة الأمريكية في لبنان دوريثي شاي بجولة سيرا على الأقدام في منطقة الزيتون باي وأكدت السفيرة الأمريكية لصوت بيروت انترناشنال أن الأمور جيدة وتسير بشكل إيجابي مفضلة عدم الكلام عن موضوع التفاوض وكان هوكشتاين قد أكد لدى وصوله إلى لبنان أن الفرصة موجودة وتم تقليص الثغرات بشأن موضوع ترسيم الحدود البحرية ومن الممكن التوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل اشتركوا في القناة